شو 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 فالعم يزيد يرحب بكم والف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا واحنا يبلقاكم مقلبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم والف تحية أهديها لكم جيتنا برضاكم لبيت دعوانا واحنا يبلقاكم مقلبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم والف تحية يرحب بكم لا 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 فالعم يزيل يرحب بكم والف تحية أهديها لكم ما أحلى رأيكم أورت يا أحباب إن شاء الله يهنى بالكم في ذلينا معانا العم يزيل يرحب بكم والف تحية أهديها لكم شكراً 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 أحبائي شكراً 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 مساء الخير مساء الخير مدينة عين تاقوريت الجميلة مدينة عين تاقوريت لربع مرة شكولي جاء من هارلول على بلكم هاديس من هارلول العملي فات العملي مقبل جيتو كامل أحبائي مدبية اليوم مع بعض نديروا التقدير لهذه البلدية الجميلة بلدية عين تاقوريت اللي على رسها السيد جربوعة رئيس البلدية اللي قايمين على هاد المهرجان لسابع سنة هادي الطبعة السابعة أحبائي لهذا المهرجان تعتلمد نجباء وهذا المرة ككل مرة كذلك كاين تلاميذ من 14 ولاية أحبائي والله هو شرف ومكسب كبير لهذا المدينة الجميلة هادي المهرجان أنا سميه مهرجان وطني جميل جدا إذن لازم الإنسان يشجع هاد المبادرات الجميلة إذن مبادرة جميلة سيد رئيس البلدية هو الوفد اللي حضر معنا اليوم من سلطات من ضيوف وكامل مرحبا بكم وكذلك الأطفال النجباء أنا نحب لي يقرأ ومليح أنتم متاني أحبائي المثابرة المثابرة ثم المثابرة المثابرة طريق النجاح عم يزيدي يقول يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هادي عادتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد وزع وقتك عند الصحوي ما بين الجد واللهوي أحبائي وقت الجد ووقت اللهو التلميذ الحادق ما فرط في درسه يوما مش شرط أنك ما تلعبش لا لا تقدر تلعب تقدر تمرح تقدر تلقى مع أصحابك تقدر تزور الأقارب ولكن لازم وقت للدراسة والمراجعة مهمة كل يوم لازم لما ترجع للبيت لازم تأخذ نصف ساعة إلى ساعة من وقتك في المراجعة يا أخي عم يزيدي يقول كذلك راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم يا أخي يا حبائي إذا تغنوا معي كامل الجد يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد عنوان المجد يلا معي كامل يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عدتي فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد فالدنيا ميدان الكد راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين راجع درسك بعد الفمي تصبح أنجب من في القسم فالعلم شرط التمكين فاسعى إليه ولو في الصين يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عدتي فالدنيا ميدان الكد يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عدتي فالدنيا ميدان الكد وزع وقتك عند الصحوي ما بين الجد واللهوي ما بين الجد واللهوي فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما ما فرط في درسه يوما وزع وقتنا عند الصحوي ما بين الجد واللهوي ما بين الجد واللهوي فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما ما فرط في درسه يوما يا ابني شمر للجد فالجد عنوان المجد فالجد عنوان المجد هذا قولي هذه عدته فالدنيا ميدان الكدف يا إبني شيء من الجد فالجد أنوان المجد هذا قولي هذه العدتي فالدنيا ميدان الكدف فالدنيا ميدان الكدف فاكسب علما تبني وطن سابق واشغل فيه الزمن واجعل طلب العلم الأولى من بين الغايات المثلى يا ابني شمر للجد فالجد عنوان مجد هذا قولي هذه عدتي فالدنيا ميدان الكثير وزع وقتك عند الصحو ما بين الجد واللهوي راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم هذا وعد يا حبائي العلم نور والجهل وطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي طلبوا العلم ولو كان في الصين طلبوا العلم على بالكم أجمل هادية تقدر تقدمها الوالدك هي النجح على بالكم والدكم ما يحب منكم حتى شيء يحبكم تنجحوا فقط في الدراسة يا أخي ما منتوما يا أطفال كي تشوفوا بلي والدكم يحبوكم تنجحوا كامل تعجبوني كي تقولوا لهم مثلا الواحد يجيب ستاش معدل وش يقول يمه يقول عبرك يمه جبتلك ستاش شغل جبال يمه على بالبلي مه راح تفرح شغل يعني هذا يدل على أن الأولياء يحبوا ولادهم يقرأوا ويحبهم ينجحوا أحبائي تحبوا العلم أنا كان واحد الأغنية اليوم مدام رانا في هذا المهرجان الوطني عم يزيد ينبد كل أنواع الجهوية ما كانش هدا شوي هدا قبيلي هدا ترقي هدا مغردايا هدا مصطيف هدا جزا جزا جزائري تعرفوا هالأغنية سألوني من أكون في الشرقي والغربي سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلتوا ألا ترون إني إني تغنوها كامل معي نحب نصبعكم كامل لازم الجزائر قلت سمعنا اليوم وينسات عطونا صغارية على بلدنا الجزائر عطونا لولوي ليانسر لي خليكم سألوني من أكون يلا كاملة سألوني من أكون في الشرقي والغربي سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلتوا ألا ترون إني جزائري قلتوا ألا ترون إني جزائري سألوني من أكون في الشرقي والغربي سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلتوا ألا ترون إني جزائري قلتوا ألا ترون إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان الناسك قلتوا يا للعجب إني جزائري سألوني من تحب ولمن كان الناسك قلتوا يا للعجب إني جزائري سألوني من تحب من أكون في الشرق والغربي سألوني من أكون في شمالي وجنومي قلت ألا تروا إني جزائري قلت ألا تروا إني جزائري إن هذه هيدي لأبناء البلد من أجلك غادي أحسن من حاضري إن هذه هيدي لأبناء البلد من أجلك غادي أحسن من حاضري سألوني من أكون في الشرق والغربي سألوني من أكون في شمالي وجنومي قلت ألا تروا إني جزائري قلت ألا تروا إني جزائري نحن وليا في الثورة كل ذاق المرة واليمركي حرة بالشعب الثائري نحن وليا في الثورة كل ذاق المرة واليمركي حرة بالشعب الثائري سألوني من أكون في الشرق والغربي سألوني من أكون في شمالي وجنومي قلت ألا تروا إني جزائري قلت ألا تروا إني جزائري لا فرق بيننا والحب لمانا والأم أمنا بكل المشاعري لا فرق بيننا والحب لمانا والأم أمنا بكل المشاعري سألوني من أكون في الشرق والغربي سألوني من أكون في شمالي وجنومي قلت ألا تروا إني جزائري قلت ألا تروا إني جزائري شكرا 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 أحبائي أحبائي يا أطفال على بلكم الإنسان على بلكم الإنسان عنده احتياجات احتياجات قاعدية دي بزوان دو باز هات الإحتياجات هو الأكل الشرب البزوان السكيريتي الاحتياج للأمان عدة أشياء كان خمس مستويات على كل حال كان المستوى اللي نحبوه بزاف هو المستوى اللي فيه الإنسان عنده احتياج للانتماء البزوان دا باقتنانس عباكم وش هو بكري في القبائل الكامل كانوا القبائل بكري كان الإنسان لما يقوم بأي خطأ على بلكم ما يضربوه ما يستجنوه ما ولو وش يديرو له ينفيوه من القبيلة يعاقبوه اللي باني يبعتوه يقولوا لو روح ماركش منا ينحولو هاداك الانتماء إذن الإنسان بطبيعتو عنده احتياج للانتماء لاتخيما أن بزوان دا باقتنانس هاد البزوان هادا هو أننا نحسب لعندنا بلد عندنا وطن نسالو فيه كامل ولكن هاد الوطن عنده علينا حقوق ياقي نحفظو عليه نحميوه نضفوه لذا عمو يزيد نحبوه تاني نحترموه نحترمو الوطن ولا الناس الناس برافو احترام الغير حقيقة الوطن نحبوه ونحميوه كامل ولكن المواطنين اللي عايشين معنا نحترموهم فكرتيني بوحدة الأغنية يفكرك بش هادا عمو يزيد كانوا واحدة الأغنية أنا نحبها بزاف علاش بالمرات الطفل يتسأل احنا كبار يجيبنا بالنا بلي الإنساء بلي هذا الطفل يعرف كلش مثلا الطفل لما يتأخر يدخل متأخر للبيت مايجيش مباشرة من مدرسة يطول برا واش تقوله يا ماهو لبابه يقوله يا أخي قتلك هذا كل عام ما تطورش برا ولكن ولي الأمر لازم يتسأل يا هل ترى في يوم من الأيام قال لوليده ولا بنته ما تطولش برا يا ابني لازم تدخل مباشرة بعد المدرسة لأنه الطفل ما يعرفش مثلا أنت سيب طفل يرفع صوته أو مع بابه يقوله يا أخي قتلك هذا كل عام ما ترفعش صوتك ولي الأمر لازم يتسأل يا هل ترى قال لوليده ما ترفعش صوتك مثلا كأن أطفال يدخل الدار ولا لأي غرفة ولا القسم ولا بيدون ما يستعدن بلا ما يطبطب في الباب يفتح مباشرة يقوله لا لا لازم تستأذن ولكن يتسألوا يا هل ترى علمنا ولادنا يستأذن لذا عم يزيد ذا الأغنية هذه الأغنية هي حوار بين الطفل وبابه يقوله يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام هذه تغنوها أنتما بعد عم يزيد يقوله لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت والصبي بعد يقوله يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام وش يقوله لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا نعلم ولدنا طرق الأبواب أحبائي نعلم ولدنا ياخد الإذن قبل ما يهضروا بعد يقوله يا أبتاه قل لي معنى الاحترام وش يقوله لما تقصد لما لما تدخل لما تدخل دكانا كي الحق الحانوت وش يدير سلم على أهله دوما إلقاء السلام لا تعجل في طلب الشيع أو تسبق غيرك ظلما نعلم ولدنا يستنوا الدور انتحم نعلم ولدنا يسلموا يلقيوا السلام نعلم ولدنا يكونوا دراف لدعموا يزيد دير هات الأغنية بس هات الغنيات تغنيوها كامل معايا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام الاحترام يلا تعالي ميليسا أرواحي يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا ابني فامعنا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا أبتاه 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 هذا صغير ملن وصى وسنة وتحلى بالإحترام رجلا يكبر كاسم يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الإحترام يا ابني فامعنا في سنتنا والإسلام لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الإحترام يا ابني فامعنا في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ربا برافو 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 تحترم بعضها بعض يلقاء السلام الإبتسامة يا أخي باطل يا أخي كنبتسمو من خلصوش لا لا باطل إذا نبتسمو أحبائي يجب الإبتسامة على بلكم كين أغنية السلام عليكم السلام عليكم بتحية الإسلام على بلكم يا أحبائي يعني إلقاء السلام معناها السلام لا بي لازم على بلكم يجب إلقاء السلام والطفل الخلوق هو اللي يسبق الناس في إلقاء السلام لأن رد السلام واجب وفرض على بلكم إذا لازم الطفل الخلوق هو اللي يسبق الناس في السلام يلا نغل السلام عليكم ب Prosecut عند اللي كان مفاجأة يلا سلام عليكم بتحية الإسلام فحيوا بربكم وعليكم السلام سلام عليكم بتحية الإسلام فحيوا بربكم وعليكم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستنال الأجرى منها أوصى بها خير الآن تعود نفسك عليها وردها بكل احترام ستنال الأجرى منها أوصى بها خير الآن تعود نفسك عليها وردها بكل احترام سلام عليكم بتحية الإسلام فحيوا بيغطيكم وعليكم السلام هي ألفان القلوب دليل تربية وأداء ورفعة للشعور فيها يقين وصواق هي ألفان القلوب دليل تربية وأداء ورفعة للشعور فيها يقين وصواق سلام عليكم في تحيات الإسلام فحيوا بيغطيكم وعليكم السلام حي الناس بالسلام فيها سكينة واطمئنان هي من خلق الإسلام معناها خير وأمان حي الناس بالسلام فيها سكينة واطمئنان هي من خلق الإسلام معناها خير وأمان سلام عليكم في تحيات الإسلام فحيوا بيغطيكم وعليكم السلام برافو 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 حي الناس بالسلام أحبائي إلقاء السلام الطفل الخلوق والإنسان الخلوق هو اللي يسبق الناس في إلقاء السلام موسيقى 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 يا صاحبائي عمو يزيد دايما يدي لهم تقدير خاص ولكن أكبر تقدير يروح الأولياء تحم على بركم يا أحبائي وشركوا لدي لا باز لا باز قولهم واسمك محمد آمين محمد آمين أنت أصدقاء عمو يزيد لا لا نعم جيت لحسة شحال مرة أنا شابي شحال ساحة جيت وموزوج وتزيد تجي منزوج أكتر منزوج أكتر منزوج معليش معليش نزيد ونجيبوك هاد المرة تانية جيل حسة عمو يزيد نعم خلاص نجيبوك هودا وشركي طلبي بس بنتي كيف فرحنا لكي أنا مرحبا بيك مرحبا بيك هودا ومحمد آمين تعالى 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 أروح ايه تعالى يلا طلعوا 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 ساعدوا يطلع لا لا طلعوا غير مننا ساعدوه برك معليش يلا أحبائي ذوي الاحتياجات الخاصة والله ما تقدرش تتصوروا حياة أروحوا لي ديروح تعالى 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 أروح قلهم اسمك وليما أكفر حالك هنا لا لا يهو أكفر حالي رك هنا ماذا؟ هذا صحب خلعتني يا صحب الله يبارك ربي يطول عمرك ماذا تريدوني؟ لا 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 ماذا تريدوني؟ هذه ماذا تريدوني؟ ماذا تريدوني؟ يا ليلة يا ليلة أحبي تغني يا ليلة يا ليلة يا سلام الله يبارك حافظين كلش يعرفوا كلش والله من هذا برابو تحية لدوي الاحتياجات الخاصة والتحية الأكبر لوالديهم عطونا صغارية عليهم الله يخليكم أربي يقدرهم إن شاء الله واتغنوا معايا كامل ساعدني ساعدني محتاج لك تعرفها؟ محمد أمين أغنيها لهم ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وعدني كن جنبي وأنا جنب لك برافو تعرفيها هودا تغنيها معايا؟ يلا ساعدني 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 الإنسان ما هوش مادي بالمرات الإنسان ماحتاج زيارة ماحتاج ابتسامة ماحتاج زيارة الناس يزوروا يكونوا مريض أحبائي مش شرط أن المساعدة والصدقة تكون مالية ومادية فقط ممكن أنها تكون معنوية وأول شيء وش هو الابت الابت الابتسامة لازم نبتسمه في وجه بعضنا يا أخي يا حبائي شوف مثلا تكون هكذا تكون عيان تكون كامل لما تدخل للبيت وليدك صغير وليد بالسم شفت يعني هذك الماجي هذك سحر إذن هذك السح لازم نمدوه لقع الناس الابتسامة تغنوا معي ساعدني ساعدني محتاج لك أنقذني وأعيني كن جنبي وأنا جنب لك إذن يلا كامل معي ساعدني محتاج لك كامل بالساحة يلا 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 لك أنقذني وأعيني كن جنبي وأنا جنب لك ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعيني كن جنبي وأنا جنب لك إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعيني كن جنبي وأنا جنب لك إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوقي إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوقي ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعيني كن جنبي وأنا جنب لك ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعيني كن جنبي وأنا جنب لك إنني معاق راضع سيري كليا معينا كم تلقى من خيري إذنني معاق باطئ سيري كليا معينا كم تلقى من خيري ساعدني 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 محتاج لك أمقذني وأعني كن جمي ونجم لك على بالكم عندنا الشرف أننا اليوم نكونوا حاضرين في هذا التكريم تعولدنا تلاميذ النجباء يا أولياء هذه نصيحة أنا واحد من الناس تعلمت منها بزاف يجب أن تقول للمحسيني ماذا؟ يجب أن نقول للمحسيني يجب أن نقول للمحسيني أحسنت فهراء يا حبائي لازم نقول لولدنا برافو لازم نقول لولدنا ركم هايلين لازم نقول لولدنا ركم ناجحين لازم نشجعوا لدنا مبذلتو مجهدو تعبتو وسهرتو لياليكوار وسهرتو لياليكوار وسهرتو لياليكوار وفقكم ربي ونجحتو يا كلي يفعى بخينات مبروك الناجح عليكم واه واه يا شطرين واه واه يا شطرين ورفعتو ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين مبروك الناجح عليكم واه واه يا شطرين واه واه يا شطرين ابذلتو مجهدو وتعبتو وسهرتو لياليكوار وفقكم ربي ونجحتو يا كلي يتعبينال تعرفوها؟ انا كل عام نغلوها اغنية لازم تكونوا حافظينها بالصح؟ وش يديرو يماتنا كامل يرام هنا وش يديرو؟ يزغرتو على ولادنا لو لويلي ينسى مبروك الناجح عليكم يلا كامل معايا يلا يلا ابذلتو مجهدو وتعبتو وسهرتو لياليكوار وسهرتو لياليكوار وفقكم ربي ونجحتو يا كلي يتعبينال مبروك الناجح عليكم واه واه يا شطرين واه واه يا شطرين ورفعتو ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين مبروك الناجح عليكم واه واه يا شطرين واه واه يا شطرين ورفعتو ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين ابذلتو مجهدو وتعبتو وسهرتو لياليكوار وفقكم ربي ونجحتو يا كلي يتعبينال ابذلتو مجهدو وتعبتو وسهرتو ليالي طوالة وصهرتو ليالي طوالة وفقكم ربي ونجحتو يا كلي يتعبينال هقدر تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديمة في القمة وتكون مفخارة تبلادك هقدر تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديمة في القمة وتكون مفخارة تبلادك ابذلتو مجهدو وتعبتو وسهرتو ليالي طوالة وفقكم ربي ونجحتو يا كلي يتعبينال ابذلتو مجهدو وتعبتو وسهرتو ليالي طوالة وفقكم ربي ونجحتو يا كلي يتعبينال نجحكم هو الأساس لعقوبة الشهادة أخرى باكالوريا وزيد لي صاص وإن شاء الله تاني دكتورة نجحكم هو الأساس لعقوبة الشهادة أخرى باكالوريا وزيد لي صاص وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة أبذلت ومجهد وتعبت واصهرت وليالي طوال وفقكم ربي وانجحت وياك اللي يتعبينال أبذلت ومجهد وتعبت واصهرت وليالي طوال واصهرت وليالي طوال وفقكم ربي وانجحت وياك اللي يتعبينال يا كله يتعب بنال تقدر تحاسبهم علزوش حويش تقولهم علش ما قريتونيش وعلش ما ربيتونيش هذا مكان هذا هو حقك على والدك يربيوك ويقريوك هذا مكان شيء أخر انتدر حياتك بنفسك يا أخي لا أقول لكما أف ولا أنهركما لا أقول لكما أف ولا أنهركما نعملكم نعملكم بلطف وانت عمركما نعملكم بلطف وانت عمركما أنا حبك يا أمي وانحبك يا أبي حبكم يجري في دمي ودي ما ساكن قلبي أنا حبك مامتي وانحبك أبتي أنتو ما حياتي وسر السعادتي على بلكم يا أحبائي شكون هذا؟ تعال 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 واسمك؟ تقول ليه واسمك ما تقول ليش؟ تعرفيه اسمه؟ ريدا 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 أكفرحان ريدا دوريه الكاميرا بيش يشوفوه ولا دوريه لهم أكفرحان أقعد مع أمو يازيد خليه معك أحبائي انحبك يا أمي وانحبك يا أبي ما كنش حافظين؟ يلا عودوا معايا انحبك يا أمي وانحبك يا أبي حبكم يجري في دمي ودي ما ساكن قلبي يلا كامل معايا انحبك يا أمي حبك يا أبي حبك يا أبي انحبك مامتي انحبك أباتي انتوا مع حياتي واسفو الزعاداتي انحبك يا أمي وانحبك يا أبي حبكم يجري في دمي ودي ما ساكن قلبي أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نورتني دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يا شريف دمي ودي ما ساكن قلبي نحبك مامتي ونحبك أباتي نجوم بحياتي وسر الفعاداتي لا أقول لكما أث ولا أنهركما أنا عاملكم بلطف وانتي حبركما نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يشريف دمي ودي ما ساكن قلبي نحبك مامتي ونحبك أباتي نجوم بحياتي وسر الفعاداتي يا رب ارزقهما جنة من الجنة يا رب ارزقهما جنة من الجنة واغفر لهما الظنبه يا رحمن واغفر لهما الظنبه يا رحمن نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يشريف دمي ودي ما ساكن قلبي نحبك مامتي نحبك أباتي نجوم بحياتي وسر الفعاداتي برافو 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 أحبائي اشتركوا في القناة سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يا زين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يا زين جاءت الحفلة مليحة وشابة بزيف استمتعنا هنا مع عمو يا زيد وأني فرحانا فاتت الحفلة بزيف بزيف شابة وأني فرحانا مع عمو يا زيد صحة عمو يا زيد نشكرو عمو يا زيد وفرحنا نشكرو عمو يا زيد كي حضره هنا وفرحنا فرح صغار وكبر ومولو صحيت وإن شاء الله زيد الزورنا خطر وحدوها نشكرو السلطات المحلية عين تاكوليت اللي كل عام يفرحونا بهذه الحفلة ويفرحو ذلك الصغار المتفوقين في الدراسة ونشكرو عمو يا زيد اللي كل عام يفرح تلاميه وفرح التنس يكبر وياتكم الصحة وبرك الله فيكم نشكرو عمو يا زيد ربي يحفظه ويستطره وإن شاء الله يعوده هنا مرة أخرى إن شاء الله عجبتني حفلة عمو يا زيد ونشكروه كثيرا نشكرو عمو يا زيد على هذا الحفل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر